بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين كل عام وأنتم جميعا بخير وصحة وسعادة بمناسبة المولد النبو الشريف أعاده الله علينا جميعا وعلى أمتنا العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات نبدأ مع حضراتكم اللقاء اليوم لقاء علمي جديد على منصة منتدى ديلتا فيت لتبادل الخبرات تحت مظلة الاتحاد العام لمنتج الدواجن والجمعية البيطرية المصرية للدواجن وبرعاية كريمة من شركة ديلتا فيت سنتر دكتور حامد البنة يسعدنا ويشرفنا اليوم أن يكون معنا عالم جليل من علمائنا المتميزين فكرا واستنارة وعلما ورؤية وخبرة الأستاذ الدكتور مجدي القاضي أستاذ أمراض الدواجن والعميد الأسبق لكلية الطب البطري جمعة بني سويف ورئيس مجلس إدارة الجمعية البيطرية المصرية للدواجن حيث يتناول سيادته مشكلة الكوكسيديا في مزارع الدواجن وكيفية الحد من آثارها الاقتصادية الخطيرة التي تسبب خسائر كبيرة جدا للمربين أتمنى بحضراتكم قضاء وقت ممتع ومفيد مع أستاذنا الحبيب وأدعوكم جميعا لتجهيز أي أسئلة أو استفسارات لمناقشتها في وقت المناقشة المفتوحة بعد المحاضرة مباشرة بإذن الله تعالى أدعو دكتور مجدي ترجمة نانسي قنقر بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين في البداية جزيل الشكر لمنتدى دلتا فيت لتبادل خبرات وكل سنة وحضراتكم جميعا طيبين زملائي واصدقائي وجميع العاملين في مجال الدواجن في مصر والدول العربية الحياة أنا النهاردة بتكلم على مرض ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين في البداية طبعا جزيل الشكر والتقدير لمنتدى دلتا فيت لتبادل الخبرات كل التهنئة لزملائي واصدقائي وجميع العاملين في مجال الدواجن في مصر اللي بيشاهدوا معنا المحاضرة الي النهاردة وبنسبة المولد النبو الشريف ربنا عيده علينا جميعا بكل خير وبنتكلم على مرض قديم ولكنه دائما موجود باستمرار عشان كده كان عنوان المحاضرة النهاردة مرض الكوكسيديا اللي هو القديم والجديد مرض كبير جدا محتاج تفاصيل كثيرة ومحتاج وقت كبير ولكن احنا هنتكلم على بعض الحقائق الاساسية والعلمية اللي لها علاقة او لها انعكاسات على الصناعة بداية مرض الكوكسيديا من الامراض الاقتصادية الهمة جدا اشتركوا في القناة زي ما بنتكلم على المرض الكوكسيديا مرض مهم قوي لانه بيجي في كل الطيور او دواجن اللي بتتربى على الارض سواء بياض او تسمين او امهات ولانه مرض اقتصادي بالدرجة الاولى سواء في تكلفة المكافحة بتاعته او سواء في الخسارة الاقتصادية اللي بسببها عن طريق المعاملات التحويل والنمو في دجاج التسمين او التأثير على حيوية الطائر بشكل عام في بضارة البياض او الامهات خلينا نتكلم على بعض الاساسيات والحقائق على المرض علشان بس نبقى فاهمين الاول هل هو ايه اللي بيسببه بيسببه طفيل من انواع الوحيدة خلية اللي بيسميه من انواع البروتوزوة من جينوس اسمه جينوس اي ميريا ودي طبعا المضادات اللي بنستخدمها عشان نكافح المرض بتبقى مش مضادات حيوية ولكن مضادات كوكسيلي هناخد بعد كده كلام بالتفاصيل عن الحاجات ديات ولكن احنا بناخد مقدمة بسيطة على المرض المرض ده بيعمل ايه ببساطة جديدة جدا بيعمل الالتهاب معوي بس الالتهاب معوي بمعدلات او بدرجات متفاوتة من اول الالتهاب معوي خفيف غاية ما يبقى الالتهاب معوي شديد مدمم يعني يبقى الفراخ تقريبا عندها مرض زي ديسنتاريا كده كل الزرق اللي بنزل منها عبارة عن دم انواع كثيرة فيه منه موجودة او مجموعات من الكوكسيديا بيهمنا فيهم حوالي سبع انواع منهم اتنين في منتهى الخطورة بيسببوا نفوق عالي جدا في الدجاجة اللي هو التسمين او بدرجة البيضة الشدة او الضراوة بتاعة المرض او الحدة بتاعة المرض بتعتمد على مجموعة حاجات هل الفراغ دي اتعرضت قبل كده لأ هل بتاخد موضات فوكسيديا في العلف ولا محتاخدش الجرعة قد ايه الكمية اللي هو السيست في الفرشة قد ايه او اللي هو الطور المعدي كميته موجودة قد ايه اللقطة التانية او الحقيقة التانية ان هو في منه كازي سبيشيز انواع دي بتيجي لها حتة معينة في الأمعاء بتاع الطائر زي ما حنشوف كمان شوية بتيجي في حتة مفجئة في حتة اخرى يعني في جزء الاولاني من الأمعاء او جزء الاوسط من الأمعاء او في الأعوارين او حتى في منطقة المستقيم فيه انواع معينة كل نوع بيبالوه مكان مفضل بيبدأ يتكسر فيه بيبدأ يحدث المرض بتاعه دورة الحياة بتاع مرض الكوكسيديا دورة قصيرة مش طويل قوي كلها على بعضها كده بتاخد تقريبا من اربعة ايام ونص او خمس ايام الى سبعة ايام على حسب بنوع الكوكسيديا الانواع المختلفة بتاع الكوكسيديا ولكن من قول من خمسة لسبعة ايام بدورة الحياة ممكن بتبقى من قول ما الطائر بياخد العدوى لغاية ما ينزل الطفيل غير متحاوصل في الزرة بتاع الطيور في الفرشة تاني بياخد حوالي خمس ايام فيه انواع بتبقى اطول شوية بتاخد حوالي سبعة ايام ولكن في خلال الدورة دي الجزء اللي بيحدث جوه جسم الطائر بتبقى دورة حياة معقدة شوية هنبقى نتكلم عليها لاحقا العدوى بتحصل ازاي العدوى غير الامراض الاخرى العدوى هنا بتحصل عن طريق الجهاز الهضم لازم الطائر يأكل اللي ياخد الاوسيست عن طريق الفم اما ان هو بينقر في الفرشة او ان العلف بتاعته بتلوس او ان المية بتتلوس بيبدأ جوه تحصل نوع من انواع بداية بقى الايف سايكل او الطفيل المتعاوز اللي هو الطفيل المعدي او الطور المعدي من الكوكسيديا وهنتكلم برضو كمان شوية ازاي بتحصل ان الطفيل بيتحول لما ينزل من جسم الطائر بيبقى غير متحوصل او بيبقى غير معدي وبعدين يعد الفرشة فترة زمنية معينة يتحول الى الطور المعدي بعد ان يتحول الى الطور المعدي ممكن يحدث العدوى بعد كده العدوى بتحصل ازاي بياخد الايف سيست طبعا نتيجة اسباب معينة لتكسير الجدار الخارجي بتاع الايف سيست عن طريق الاكشن بتاع الحوصلة او القانصة بتاع الطيور للجزر او عن طريق بعض الانزيمات اللي هي بيحصلها حوالي من الجسم الطائر ولمن يكون هذه الايفس الموجودة في الاسبوع الاولاني فيها تبدأ تظهر من بداة الاسبوع الثاني عشان كده ناظرا ما بابدتك في الأسبوع الاولاني او في النص التاني من الاسبوع الثاني او في النص الاولان من الاسبوع الثاني لوا حصل العدوى بيحصل بقى ان الموكروب او الطفيل بيتكاسر بكميات هائلة جوه لمعاق وهذا التكاسر التي بنتج عنه انه ينزل الطفيل او الطور أو الطفيل بصورة غير معدية بتنزل في الفرشة ويحتاج وقت معين ممكن من 18 ساعة إلى 36 ساعة تقريباً يبدأ يتحوصل فيها، يتحوصل ما عشان يتحوصل؟ محتاج أكسجين، محتاج حرارة، محتاج رطوبة الأكسجين متوفر بشكل عام عشان الطيور، الحرارة برضو منوفرها بشكل عام عشان طيور ولكن الحاجة الوحيدة اللي ممكن نتحكم فيها علشان ما يحصلش الستوريشن أو نحد من عملية التحوصل بتاع الطفيل هي الرطوبة في الفرشة وعشان كده دي هي النقطة الزهبية اللي بنلعب عليها في جزء من البريفنشن أو من رقاية من مرض الكوكسين هل العدوى ممكن تحصل بشكل مباشر؟ يعني طائر مصاب، لو جهة جنبه طائر غير مصاب، هل يصاب بالعدوى؟ لا، الحقيقة العدوى هنا ما بتحصلش بشكل مباشر من طائر لطائر إطلاقاً، ولكن عدوى بتحصل بشكل غير مباشر، يعني ايه بشكل مباشر؟ يعني الطفيل المصاب، ينزل الطفيل في الفرشة، ياخد فترة زمنية معينة، الفترة الزمنية ديت بيبدأ يتحوصل ويتحول من الطور الغير المعدي إلى الطور المعدي داخل جوة جسم الطائر، بيحصل بقى جزء من دورة حياة معقدة، تكاثر جنسي، تكاثر الأول جنسي، ثم تكاثر جنسي، ودي برضو تفاصيل دقيقة مش عاوزين نضيع فيها وقت، ولكن نتيجة الكلام ده كله، إن ممكن الواحد هو أسست اللي ياخده الطائر، ينزل لي عشرة تلاف أسست في الفرشة، وده بيبينلدى حجم التلوث اللي ممكن يحصل من طائر مصاب بالكوكسين طيب سؤال بيطرح نفسه، لو طائر اتعرض لكوكسيديا مرة، حيبقى عنده مناعة للكوكسيديا تاني؟ الحقيقة اللي جابه نعم ولا، الأول نعم ليه؟ نعم لأنه هو بياخد جزء من مناعة، في بعض الأنواع من الكوكسيديا، بتعمل مناعة من مرة واحدة أو مرتين، زي النوع اللي هو بنسميه الايميريا ماكسيما، وده اللي بيجي في الجزء الأوسط من الأمعات ممكن بعد مرة واحدة أو مرتين يحصل مناعة من الكوكسيديا، طيب في حاجة تانية محتاجة وقت؟ آه، الايميراني كاتريكس، يحتاج من خمسة إلى ست مرات عشان يحصل مناعة، طيب الفكرة بقى بتاعت الكلام ده هو كله، يعني ايه؟ طب إمت أحريص على إن أعمل مناعة؟ في فراخ التسمين، ولا في فراخ البياض والأمهات؟ خلينا نتكلم على التسمين الأول، فترة زمنية بتاع التسمين، مش مطلوب إن أنا أعمل مناعة للكوكسيديا علشان المناعة دي بتبقى دايما على حساب جزء من المعامل التحويل بتاع الطائر، فأنا مش عاوز أضحي بمعامل التحويل ده، عاوز أمنع الكوكسيديا تماما علشان يبقى كل اتجاه الطائر في البروداكشن أو في الإنتاج، يحاول كل جرام علف بيأخذه إلى لحمة. لا، النمى في البياض، إذا كنت أتكلم على بياض، يتربع الأرض، اللي يتربع البطاريات، خلاص ما يعملوش علاقة بكوكسيديا لأنه ما بيأخدش العدو أصب. النمى اللي يتربع الأرض، أنا محتاج أن أعمله مناعة، أعمله مناعة كيف؟ في برامج مختلفة سواء بأدوية معينة أو بتحصينات معينة، أو حتى من غير أدوية معينة، في برامج كده، منوعة عليها كده، إن إحنا بنعمل طريقة معينة إن إحنا بنعرض الطائر لجرعات معينة من الكوكسيديا، بشكل يعني يتيب التحكم فيه، بحيث يحصل مناعة، طبعاً الطريقة دي طريقة بلدي شوية، ولكن لها عيوب كثيرة جداً. المرض بيتماز بإيه؟ إن هو بيعمل لي زي ما قلت لحضراتكم في الأول، إن هو بيعمل التهاب معوي. التهاب معوي ده ممكن يبقى من التهاب معوي بسيط، من مجرس سيرس إنترايتس أو ميكويد إنترايتس، يوصل لغاية هموراجيك إنترايتس، وخليك يعني تتخيل حجم الدمار اللي بيحصل في الميكوزة أو الرشاة المخاطي بتاع الطيور اللي بتتعرض للكوكسيديا. الخطورة مثل مش في مرض الكوكسيديا بس، إن هو بيأسرع الوزن بيأسرع التحويل، ولكن الأمعاء دي جزء مناعي مهم بالنسبة للطائر. أنا بكون مناعات موضوعية لما بجأ حصن الطيور مثلاً ضد نيو كاسل، بكون مناعات موضوعية لأي حاجة بحصنها في ماء الشرب. فكل اللوكال إميونيتي اللي هتبقى موجودة في الأمعاء والجزء الأمعاء ده من أطول الأورجنز اللي موجودة في جسم الطائر، الغشاء المخاطي بيقع بكل ما عليه من مناعات، ناهيك عن التأثير السلبي على الانتصاص، تأثير السلبي على الهضن، تأثير السلبي على التحويل، كل دي نوعات طبعاً سلبية ولكن أنا أتكلم كمان على أنه له تأثير مناعي. طيب، إيه الإعراض أو إيه المشاكل بتاع برد الفوكسيدر ممكن تحصل؟ أول حاجة من العلف، استهلاك العلف يقال. أنا بربي فراخي التسمين ليه علشان؟ أحاول العلف للحم. أحاول العلف للحم يبقى كل حاجة محسوبة. أأكل مثلاً معامل تحويل واحد ونص، يعني بأكله كيلو نص علف عشان يدير كله لحم. ومعامل التحويل هنا ده فاكتور مهمة أول لازم كلنا في القديمة، وخصوصاً في الإنتاج المكسف للدواجل التسمين. النهاردة لو أنا قدرت أحسن معامل التحويل بتاعي من واحد ونص خليته واحد وثمانية واربعين من مئة، سيفرق معي كثير مع الأعداد الكبيرة، واحد وخمسة واربعين سيفرق أكتر وأكتر. طب على الجانب الآخر، لو معامل التحويل يتأثر، بقى بيأكل مثلاً بواحد خمسة وخمسين، هنا سيكون هناك استهلاك عرف أكتر ولا يوجد مقابل له لا، واحد وستة من عشرة نفس الحجاية. إذن كل ما قدرت عن الأرقام، كل ما كانت يأمل مكاسب كويسة، وخصوصاً في ظل المشاكل والأسعار التي نرى الأسعار المتدنية، الذي يكسب هنا مين؟ الذي يستطيع أن يحاول كل مليم ويحافظ على كل المصاريف بتاعه، ويستطيع أن يأخذ التحويل من عملية الطائر التي يربيه. هذه هي النقطة العونية؟ ها أستهلاك العرف هيقل؟ ها أعرف كيف أستهلاك العرف هيقل؟ أنا النهاردة بأكل عندي كتالوج للسلالة، أو أنا بخبرتي عارف إن طائر في العمر بيأكل مئة جرام، المفتوض بكرة مثلاً يأكل مية وخمسة بعد ومية وعشرة، أنا أتوني، زيادة في النمو مثلاً في استهلاك العرف، لا يشفر مع عمر الطائر أو ماشية مع الكتالوج أو ماشية مع المنطق، فالاستهلاك العلاف يضع 20 شكارة في العنبر في اليوم ده لقيتهم بكرة 18 لازم اضع في اعتبار ان فيه مشكلة مرضية دخلة واحد الاعتمالات بتاعتها انها تكون مشكلة الكوكسيدة طبعا ممكن فيه فاكتورزة تانية انما انا بكلم ان ارضه على الكوكسيدة النقطة التانية بما ان هذا المرض بييجي ويصيب الامعاء بتاع الطائف اي حد بيحصل له مشكلة في الامعاء على طول بيأثر على الشهية بتاعته وبالتالي اكله بيقل وهنا في الحالة دي استهلاك الماء بيزير احنا عارفين ان فيه علاقة بين السلاك الماء والعلاف فلو لاحظت ان السلاك العلاف قل و السلاك الماء زاد معناها ان هنا فيه مؤشرات بتقول ان فيه التهاب معوي وقد يكون السبب يكون كوكسيدة العملية الهضم طبعا نفسها بتتأثر لان طبعا ده الجهاز الهضم يكله عبارة وظيفته كلها ايه هضم وامتصاص يهضم وامتصاص لا مش حيبه فيه هضم مش حيبه فيه امتصاص التحويل حيتأثر يعني مش هيضر الطائر يستفيد من العلاف اللي بيغضب ابدأ اللاحظ بقى ان فيه وطري ضايرية او فيه الزرة بتاع طيور بقى سايب شوية او يعني مائي في الاول بعد كده بقى زاد وبقى ممخض بعض المخاط او بقى ملوث او ممخض بالدم وابدأ اللاحظ وفيات زيادة نتيجة الاصابة بالكوكسيدة وخصوصا فيه انواع مهمة زي الكوكسيدة العوارية او الكوكسيدة المعاوية اللي بيسببها اميراني كاتريكس كما ذكرت سابقا ان الجهاز المناعي او اللمعاء دي بتماسل جزء مهم بالنسبة المناع بتاع الطائر فلما بيقع على الغشاء المخاطئ او بيتأثر فكل ده هيأثر على المناع اللي تكونت نتيجة تحصين سابق وتأسيسا يعني على اللوكا الاملت كل ده هو بيأثر على الجلوبل او على الانتاجية او كفاءة البرفورمانس بتاع الطائر بشكل عام طبعا هيتأثر نتيجة الاصابة بالكوكسيدة في نقطة مهمة قوي ان الاصابة بالكوكسيدة بتزود او بتهيأ المعاق بتاع الطائر لاصابات اخرى وقد تكون اصابات بكتيرية واشهر مرض كلنا عارفينه وكلنا بنسمع عنه بيبقى دايما مرتبط باصابات بالكوكسيدة هو مرض الكوليستريديا وده نوع من انواع المكروبات البكتيرية اللاهوائية اللي تكون موجودة في الفرشة واحيانا تكون موجودة في عمعاء بتاع الطائر السليم ولا تسبب اي مشكلة ولكن مجرد بيحصل الانتهاب معوي او يحصل او بيحصل الانتهابتك في الغشاء المخاطي بتاع العمعاء بتاع الطائر تبدأ هي تشتغل وهي بتلاقي دم والدم ده جزء من الغذاء بتاعها فبتقدر تنشط وبتعمل بقى طبعا الدورة بتاعتها فيبقى عندي كوكسيديا وكوليستريديا وده من المشاكل المهمة قوي وبتبان طبعا مع الفراخ التسميم بشكل عام وبتبان مع كل الفراخ اللي بتتربى في المرحلة العمرية ديت او ما بعدها يعني لغاية الانتاج بتاع الطائر طب بنقول بقى عشان نلخص الكلمتين دول فيه امراض مرتبطة بالكوكسيدية وفيه امراض طبعا بتهايق لمرض الكوكسيدية ايه الامراض المرتبطة بالمرض الكوكسيدية اشهر نوع نكروتك انترايتس او كوليستريديا نكروتك انترايتس اللي هي الكوليستريديا اللي بتيجي فيه فراخ التسميم او الالسيراتف انترايتس نوع تاني اللي هو التهاملة معها التقروحي بيحصل فيه بضارة البيض وبيجي في مرحلة عمرية يمكن اكبر شوية السلمونيلة في ميورم لو موجودة الايكولاي ممكن تدخل وتعمل مشكلة فيه حاجات كتير بتبقى دايما بتبقى تيجي او فولو ابل الكوكسيدية بعد الاصابة اي حاجة تعمل للتهف الامعاء ممكن ولو موجود المسبب مرضي بتاعها ممكن تدخل تعمل مشكلة فيه مرض اسمه بلاك هيد طبعا ده بيجي نتيجة الهستومنس ميليا جريدس ممكن يجي برضه ويبقى يعمل مشكلة نتيجة الاصابة بالكوكسيدية طيب هل فيه امراض اخرى بتهيئ للاصابة بالكوكسيدية؟ نعم فيه مرض طبعا امراض المشهورة اويل هو مرض الميرك مرض الميرك ته من الامراض السرطانية اللي تيجي في مرحلة عمرية يعني تبان بشكل كلينيكي بعد مثلا عشر الاثناشر اسبوع وتبدأ تبان بعد كده انما هي الاصابة بتحصل امتا بتحصل بدري بتحصل في الاسبوع الاولاني الثاني فالاصابة ديت بتأثر على جهاز المناعة بتاع الطائر وبالتالي بتهيئ الطائر لان الميرك مرتبط شوية بالمناعة الخلوية والكوكسيدية مرتبطة ايضا بالمناعة الخلوية ومرتبطة ايضا بالمناعة الموضوعية فبيبقى دايما نلاقي الطائر المصاب بالكوكسيدية سوري الطائر المصاب بالميرك عرضها اكثر للاصابة بالكوكسيدية بتاعة الطيور فيك امراض كتيرة طبعا للريو الادينوفيروس التيكين اناميا كل حاجات دي كلها بتهيئ جنبورو كل دي امراض اللي بتتأثر على جهاز المناعة بتاع الطائر بتهيئ الطائر بشكل عام للاصابة بمرض الكوكسيدية طيب ليه بقى مرض الكوكسيدية ده يعني من الامراض اللي بنقول عليها بكل الفراخ ولازم هي لازم نديها علاج باستمرار علشان نقدر نعمل كنترول للمرض ونقدر نكافح المرض ده لماذا مرض الكوكسيدية دائم التهديد للمزرعة ليه هينفع اننا سيف فراخ من غير ما ديها علاج الكوكسيدية من غير ما ديها دواء وقائي في العلف الكوكسيدية من غير محصنها للكوكسيدية لا بالطبع لا ما نفعش سبا كده لان الكوكسيدية مرض الوحيد اللي بيجي لكل الفراخ اللي بتربع على الأرض بدرجات متفاوضة حتى لو انت بشفتوش بعينيك بشفتوش دم في الفرشة لما فيه اصاب الكوكسيدية ممكن تكون موجودة بشكل تحت الكلينيكي مش هشوفه بعينيه ولكن هيأثر او هينعاكس على نمو الطيور هينعاكس على التحويل بتاع الطيور طب ليه الكوكسيدية دائمة الوجود ما احنا بين طهر ما بين الدورة والدورة ما احنا ممكن انا ما بين الدورة ودورة طهر واتخلص من الكوكسيدية لان تسعين في المية او خمسة وتسعين في المية يمكن اكتر او تسعة وتسعين في المية من الطهيرات لا تؤثر بشكل مطلق على الحويصالات بتاعة الكوكسيدية حويصالات بتاعة الكوكسيدية مقاومة للمضادات الفيروسية مقاومة للمضادات المطهيرات مشغل على البكتيريا لها مطهيرات من نوع معين بتأثر على الطفل لان جدار بتاعها صعب ومقاوم ناشف وصلب دي نقطة نقطة التانية افرد ان انا حتى تهارت الكوكسيدية من الحاجات التي تتنقل بسهولة من مزرعة المزرعة او من عنبر لعنبر لانا النهاردة ممكن في الشوز بتاعي انقل او لو اغزة فوق الوبرشوز اللي هو الكياسي براسك اللي بغطي بها الجزمة ممكن بطريقة او باخرى انقل العزل مقدرش يمنحها تماما مهما تكونت عامل مانجمينت كويس مهما كنت عامل بايو سوكوريتي كويس فبتتنقل بطريقة او باخرى عشان كده الانتيكوكسيدا الدراج او مضاد الكوكسيديا في العلف ده شيء اساسي لازم ده شيء اساسي وهو الحاجة الوحيدة اللي هو اللاود او مسموح بيها ان يبقى فيه مضاد كوكسيديا من اول الدورة لغاية الفترة السحب اللي قبل الدبح ده بالنسبة لي فراخ التسمين لازم يكون فيه مضاد كوكسيديا لو ما عنديش مضاد كوكسيديا هيبقى عندي لغاية الفترة السحب على الاوزار ومعاملات التحويل طيب الحاجة التانية الدراج ريزيستانس يعني ايه الدراج ريزيستانس؟ الكوكسيديا من الحاجات اللي هي كل ما ديها علاج او بقاومها بعلاجات مختلفة هي فيها حاجة يعني النات حاجة كده غريزية انها بقاوم المضادات دي بيحصل مقاومة بيحصل النوع من التفارات اللي هي بتتأثر بالمضادات الكوكسيديا وكل ما كان مضاد الكوكسيديا قوي كل ما كان العدد بتاع ريزيستان بيتساعد بسرعة يعني كل ما كان المضاد الكوكسيديا قوي كل ما كان المناعة اللي بتحصل له او بتحصل للدواء بتبقى اكتر ودي نقطة مهمة قوي عشان كده هنشوف بعد كده في البرامج المختلفة للسيطرة على المرض لانا لازم اعمل الروتيشن باستمرار او اغير البرامج اللي انا بستخدمها البرامج الدوائية اللي انا بستخدمها علشان محصلش نوع من المناعة ضد الانتي كوكسيديا الدراج اللي موجود عندي بعد انواع من الكوكسيديا برضو دي نقطة مهمة مش كل الانواع الكوكسيديا بتعملي دم في البراث يعني في انواع مثلا بتيجي في الجزء الاولاني من امعابة عطار في منطقة الديغنم او منطقة الاسنى عشر بتيجي ما بتعملش دم ولكن بتأثر منطقة دي مهمة قوي علشان انتصاص بعض الاغذية بعض الامينو اسد وهي الاكتر منطقة بيفرز فيها الانزيمات الهاضمة فلما بتيجي الايماريا سيرفولينا في الجزء ده بالذات ممكن ما يبانش عندي براز مدمم ما يبانش عندي اسهال ماخدش بالي ولكن اتفاجئ ان في اخر الدورة ممكن محمل التحويل يتأثر بـ 0.1 0.2 0.3 ودي مع العداد الكبيرة بتفرق كتير جدا عشان كده محتاج ان انا مش محتاج ان انا بقى اتابع كوكسيديا عن طريق الاعراض بس او عن طريق ان انا اخلي بالي من شكل الزرق او من شكل الفضلات بتاع الطيور لا فيه طرق تانية للقياس اذا كنت مكلم على شكل احترافي لتربية قطعان التسمير طيب احنا بنقول ان ارضه علشان يحصل عدوى من طائر مصاب لطائر غير مصاب يعني لو طائر مصاب ونزل الزرق بتاعه وبالصدفة طائر تاني كل من الزرق ده او العلف تلوسه وكل منه مباشرة هل هياخد العدوى ولا مش هياخد لا مش هياخد العدوى لان الطفيل اللي نازل مع الزرق بتاع الطيور ده ده طفيل غير معدي طيب عشان يتحول الى طفيل معدي لازم ياخد فترة زمنية في الفرش ويتوفر له ثلاثة فتر الحرارة والهوميديتي والاكسجين زي ما انا بتكلم كده يبقى حرارة مطلوبة من 21-32 ودي حرارة اساسية بالنسبة للطيور مش هادرة غير حسب العمر بتاع الطائر النقطة التانية الاكسجين ده مهم قوي عشان الطائر محتاجه اكسجين زي ما محتاج علف زي ما محتاج مية انما اللي الطائر مش محتاجه وهيبقى ضرر عليها هي الهوميديتي وجود نسبة رطوبة في الفرشة زائدة عن الحد المسموح به طبعا دي بتبقى لها اثار سلبية كتير اول اثر سلبي انه هو بيساعد على عملية التحاصل بتاع الطفيل ويتحول من طفيل غير مواضي الى طفيل مواضي النقطة التانية طبعا كلنا عارفينها وهو التحلل بتاع الزرق بتاع طيور او السابلة الموجودة ويتحلل ونتيجة هذا التحلل بيتصاعد غاز الامونيا والغاز الامونيا كلنا عارفين اضراره وتأثيره السلبي والسام على جهاز النفوسي بتاع الطيور وعلى عنين الطيور وحتى المناعة بتاع جهاز النفوسي بتاع الطيور بركز النهاردة على نقطة مهمة قوي هي نقطة اللي انا مش بتكلم على مرض كوكسيديا المرض الاكلينيكي اللي كلنا بنشوفه وبنشخصه بعينينا المجرد المجرد ملاحظ ان فيه شوية خمول في الطيور او شوية اسهال او اسهال مدمم او كلام ده كله ان انا اقول عدي كوكسيديا ومشكلة مش ان انا اشخص تشخيص صح انا مش عاوز اوصل ان انا يبقى عدي كوكسيديا من اصل مش عاوز اشوف الشكل الكلينيكل طب كده بننجحت لا مننجحتش لمي ننجحتش? انا مش عاوز اشوف الشكل الكلينيكي وتحت الشكل الكلينيكل او تحت الكلينيكل لميه؟ لان تحت الكلينيكل ده حتى لو م Apache ده على حقوقيات الفراخ حتى لو مؤثر على المورتاليتي او النفوق او كلام ده كله، ولكن هي ازلي على عنصر اقتصادي مهم جداSpace وهو النمو بتاع الطيور ومعامل التحويل وده النقطة اللي انا بيهمني اركز فيها النهار هناك شخص يسألني سؤال انا بحط مضاد كوكسيديا في العالم ومع ذلك دايما بعاني من مشكلة كوكسيديا اول حاجة هتيجي على دماغي دلوقتي هقول لك انت بستخدم الدواء ده بقى لك قد ايه هستخدمه مثلا بقى لي سنة او سنتين او ستة شهور لازم يبقى زي ما قلت في الاول ان بيحصل نوع من النشوق المقاومة لمضاد الكوكسيديا وده وارد وكل مكان هذا المضاد جيد وقوي كل من النشوق المقاومة هتبقى اكتر واسرع لان هو بيموت لو عندي مية او ستة في الفرشة هو بيموت تسعة وتسعين وبيسيب واحد فكل ما الواحد ده بيلاقي نفس الواحد وبيخش يعمل سايكل تانية في وجود الدواء فالواحد يبقى مية والمية يبقى الف بعد شوية كل اللي موجود في الفرشة عندي هو المقروب او الطفل الذي يقاوم المضاد اللي هم يستخدمه طيب انا عاوز اصلح نفسي بالسمراري وانا الدورة الجاية ومستخدم مضاد تاني وطبعا ده بيبقى بيزدة على قواعد معينة مش اي نوع معين بجيبه ودي طبعا دي محاضرة استخدام الانتيكوكسيديا دي محاضرة الوحدية يعني ولكن انا بتكلم على الفكرة الاول عشان الناس يبقى فاهمة طب افرد ان ما حصرش الكلام ده وانا مستخدم مضاد كويس وانا اتأكد ان اللي عندي ده حساس يبقى ممكن يكون عندي بقى في عيوب في عملية ميكسنج خلط المضاد الكوكسيديا بالعلف وده نقطة مهمة قوي لان دلوقتي معظم العلف اللي موجود على اللي هو المحبب او عرف البلتس فعرف البلتس ده قبل ما يبقى بلتس طبعا اما خش في عملية البلتنج طبعا هو عبارة عن درة وصوية واملاح وغلوتين وخلطة كبيرة يعني ومضاد الكوكسيديا ده جزء منها يعني ممكن احط على طن كله ربع كيلو مثلا او نص كيلو او كيلو يعني فانا تخيل ان انا بخلط حاجة مثلا مئتين جرام او خمسمين جرام على الف كيلو جرام فان لم تكن عملية الخلطة دي عملية جيدة ومظبوطة ومتجنسة وموجودة بشكل وبقدر عملية قياس قبل ما ابدأ احول العلف الى بلتس وفي نفس الوقت عملية البلتنج نفسها وعملية البلتسنج بتاع العلف تتم بشكل مظبوط فني مظبوط ما تأثرش على مكونات العلف من فيتامينز واملاح ما تأثرش على مكونات العلف من مضاد كوكسيديا او اي مضادات اخرى فطبعا ده مش هيضمن ان الدواء بيشتغل بفاعلية ان لم يكن تم التأكد من كل العوامل الموجودة دي النقطة اللي بعد كده ممكن اكون باستخدم مضاد كوكسيديا مضاد كوكسيديا كويس ومخلوط كويس ولكن انا مثلا مفروض ارابي مثلا لو بكلم على نظام مغلط او نظام مفتوح برابي عشر فكراكة على الطن على المتر المربع او عشرين فارقة او عشرين كيلو جرام او ان كان العدد في برامة ارزمعينة انا مفروض انا ماتتباح مابقاش اعمل نفسي شاطر و ارابي ضعف العدد او اكتر من العدد و ازود وبالتالي ازود نسبة الدروبنج اللي موجودة ازود نسبة البلل اللي موجودة في الفرشة الهوميدي تزيد وبالتالي يبدأ احسن عندي مشاكل يبقى ذلك ارابي يعني ارابي تربية سليمة وفق القواعد بتاعتي وفق السلال اللي موجودة عندي وكسافة تكون مضبوطة على المتر المربع اللي موجودة عندي بالنسبة للطيور التسبيح فاكتورز طبعا بيبقى لها علاقة بالعلف فاكتورز لها علاقة بالطائر طائر عنده مشكلة جاي فيه ريو غيروس مثلا او جاي فيه اصر على الجهاز المناعي فعندي مضاد الكوكسيديا كويس والطائر بياخد مضاد الكوكسيديا ولكن فيه حاجة مأصر على الجهاز المناعي بتاع الطائر وبالتالي مش قادر يستفيد من الأدوية وفي نفس الوقت الكوكسيديا بتبدأ تنشط وتأصر لي على الأوزان بعض المشاكل نتيجة العلف مثلا واحد غلط وحط حجر جيري زيادة فالطيور بتشرب بايا زيادة او حط ملح زيادة او فيه انواع معينة من السموم الفطرية بيبقى لها كوستيك اكشن او لها تأثير كوي على الأمعاء بتاع الطيور دي ما بتخلي الطائر يشرب مية اكتر وينزل مية في الفرشة ممكن بيه بعض الناس زميلنا بيلحظوا حاجات ديها ان الطائر بيشرب مية اكتر من معدلاته وفي نفس الوقت المية بتنزل منه في او في الزرقة بتاعها اكتر من معدلات ووالاقي بعد فترة بسيطة جدا بلل شديد جدا في الفرشة مما يضطرني ان انا اغير هذه الفرشة علشان اتأكد ان المستوى الرطوبة ما بيزيتش عن حد المسموع فيه طب ليه بيحصل اصابة بالكوكسيديا زي ما قلت لحضراتكم اللازم التركيبة العلك تكون حد من زمايالنا المتفصصين في التغذية يكون مزابطها ومتأكد منها ومتأكد من مستوى الاملاح في العلك ومتأكد ان انا الدورة اللي بيستخدمها ما يكونش فيها نوع او اكثر من السموم الفطفية كل دي تلعب دور مهم قوي في عملية سلامة الامعاء والوجود او تأثير الفعال من ضدات الكوكسيديا اللي ممكن تكون موجودة في العالم بعض النقطة الثانية طبعا السترس اللي ممكن يحصل احنا عارفين السترس ده حاجات كثيرة جدا من ضمنها الوفركراونج والباد بنتلشن ولكن فيه نقطتين مهمين او هاي التمبريتشرز او الاكستريمز بتاع التمبريتشرز يعني الحرارة تبقى عالية قوي او الحرارة الواطية قوي يعني الطارر مثلا مفهوضة تدير الحرارة مثلا 25 وانا الحرارة نزلت عندي مثلا 19 فده نوع من الشيلنج للطائر في شكل عام بيأثر على منعته بيأثر على حيويته وممكن ما يأكلش مضادة الكوكسيديا ينقر في الفرشة يبقى البرجر العالي عنده من الاصابة اعلى من المقاومة او العكس العكس ان يبقى الحرارة جديدة جدا طائر مفهوضة تحط على 24 درجة والحرارة عالية مش عارفة عملها كنترول وسط 31-32 بيخلي الطائر طبعا يعاني من الحرارة العالية تأثير سالبي على جهاز البناية تأثير سالبي على جهاز الهضمي حرجة الأمعاء والبرستلتك موفمينت الحركة الدودية الأمعاء يتبقى أكتر عشان عاوز يتخلص من الحرارة زيادة يشرب مياه زيادة ينزل مياه زيادة كل دي فاكتورز بتلعب دور مهم قوي في المصاري المرضي بتاع مرض الكوكسيديا البيناميكس بتاع الكوكسيديا يعني هي بتاعتمد كما تشاهدون كده نوع الأوكسيست بينزل بعدد بسيط جدا في الفرشة وكلما توفرت له الظروف وكلما كان موجود ويتكاثر باوصل لقي الفرشة كأن الطائر واقف على كزيرة من الأوكسيست . ليس كل الأوكسيست اللي بينزل في الفرشة بيحصل له سبولوليوليشا مش كله بيتحول من الطور المعادي إلى الطور الغير معادي إلى الطور المعادي إنما إذا تهيئت الظروف وما قلت عليها وخصوصا النقطة بتاعة الرطوبة كل العدد اللي احنا شايفينه في الفرشة ده هيتحول من الطور الغير المعادي إلى الطور المعادي في وقت بسيط فممكن يحصل عندي إصابة مرض كوكسيديا بيبقى عامل نافئ شديد جداً ويعني المربي حتى بيبقى أو زباننا سوصل في السلالات البلدية أو السلالات اللي هي الأمهات اللي هي مش متحصنة كوكسيديا مثلاً أو عملية التحسين ما نجحتش بشكل تام أو حصل شفت من مضاد كوكسيديا لمضاد تاني بدون دراسة مضاد كوكسيديا وقмотряه JONES ، الفراخ جسمها متوازن مع الكوكسيديا اللي موجودة باستخدام المضاد قد شلت المضاد أو غيرتك ففحصل نوع من الإصابة للكوكسيديا على خدرت الطائر من الكوكسيديا عالم كوموترو ففجأة اللي هي رائعة عنيفة جداً المصارين كلها عملى زي السجوء العوارين أو الجزء الكبير من العمعاء في حالة الإصابة من أميران الكاتريكس ألاقي المنظر رهيب والنافق عالي جدا والفراغ بدأ تنشف وبدأ يحصل هزال وبدأ طبعا تخش مشاكل بكترية أخرى المشاكل بكترية الأخرى ديت هتزود المشكلة وهتزود الطيم بالله الحقيقة طبعا عندنا يا إما أنا بهدف لأعمل كنترول للمرض يا إما أن أنا أعمل مناعة طب أنا محتاجي مناعة في أنهي فراخ فراخ التسمين ولا فراخ البيض والأمهات دعنا نتكلم عن التسمين أنا محتاج مناعة في التسمين الفرقة التي تتربى 30 يوم و35 يوم دي يعني مناعة إمتا؟ المناعة هذه عشان أقدر أعملها بالنسبة للكوكسيديا محتاجة ثلاثة لأربعة بساج يعني يحصل تعرض مرة واثنين وثلاثة وأنا زي قلت لحضراتكم إن اللايف سايكل بتاعتها أو الفترة التكاثر بتاعتها جوى جسم الطائر من خمسة إلى سبعة إياه فعشان تعمل بقى في أنواع من الكوكسيديا محتاجة ستة دورات عشان تعمل بقى ستة في سبعة في تنو واربعين يوم يعني محتاجة تنو واربعين يوم عشان يبقى عندي مناعة التسمين مش مش موجود أصلا وإن كان في بعض الظروف بنستخدم التحصين هكلم عليه لاحقا عشان أعمل ريستورنج لي الفراخ اللي ممكن تكون عندها أو العنابر اللي ممكن يكون عندها مقاومة لمرض الكوكسيديا ما بتتأثرش بكل المضادات فقدر اعمل باكسينيشن لمدة دورة أو دورتين عشان نعمل بس للعنبر اللي عندي أو الخطيع اللي عندي أو المكان اللي أنا بربي فيه لو في مناعة هتصد العدو ولكن المناعة دي مش هتتوفر غير في الفراخ اللي هي بتوعد فترة طويلة فترة عمرية كبيرة زي ما قلت لحضراتكم بياض أو أمهات البياض اللي بترب في البطيرات ما بيتحصلش لد الكوكسيديا ما بيتعرضش حتى للإصابة الكوكسيديا لأن في حائل بين الطائر وبين الدروبنج بتاعته ما بيقدرش نقر في الفرشة ما بيتلوس العلف ما بفيش فرصة ليحصل وبالتالي هنا ما لبن حصانه ولا بنديره علاج للكوكسيديا طب الفراخ البادر بتربع الأرض لازم اديها مضاد كوكسيديا في العلف أو ان انا حصانها ضد الكوكسيديا فراخ الأمهات بضارة الأمهات يحصنها اما بديها مضاد كوكسيديا في العلف ببنامج معين بحيث ان انا اقدر اسحابه قبل فترة واضع البيض علشان لما يجي اسحب المضاد الكوكسيديا يكون كون مناعات يقدر يعتمد على نفسه ذاتيا في الوقاية من مرض الكوكسيديا اللي هي قدرة مضاد الكوكسيديا على السيطرة على النمبر بتاع الأمهات في الفرشة لما نشوف كده في الجزء الاولاني من السلايد ده هلاقي فيه نسبة جميلة كل اللازرق ده حساس لمضاد الكوكسيديا اللي موجود اللي انا بستخدمه ولكن ده ما احنا شايفين كده فيه نقط حمره كده نقط الحمره دي بتمثل النمبر بتاع الاوست اللي هو مش حساس اللي هو موجود بشكل طبيعي في كل الكائنات بالنسبة للكوكسيديا بيبقى مش حساس كل نوع من الأدوية اللي تستخدم فيه جزء من التوفيليات بتاع الكوكسيديا بيش حساس ليه ولكن ما باستخدم الدواء بيموت لي كل اللازرق ده أو بيمنع اللازرق ده كله نوع تقاسي فييجي الدورة اللي بعدها العدد بتاع اللازرق يقلي نسبيا والعدد بتاع اللحمر يزيد نسبيا الدورة اللي بعدها لو انا باستخدم نفس المضاد يزيد اللحمر نسبيا ويقلي اللازرق شوية الاحمر هو الغالب على اللازرة. اللي هو مقاوم لمضايطة الكوكسية أكثر من الحساس لمرض الكوكسين. وبعض الناس لا تفهمش كده. قلت لك الأدوية انضربت. ده مش عارف ايه. لا هو مش أدوية انضربت. ده حاجة طبيعية بتحصل. انا لازم افهمها. وبالتالي انا ابدأ اتعامل معها بشكل معين بحيث ان انا موصلش لمرحلة ان يبقى كل الوسيس اللي موجود عندي في الفرشة فيه عدد كبير جدا من التفايليات المقاومة للمضادات الكوكسيديا. مرض الكوكسيديا كان من اسمه كده. كان زمان الفلاحيين اللي بربوا فيه السطحة و بربوا شوية فراخ في جب البيت. بيقولك الفراخ مأسدة. مأسدة يعني وقفة كده كشة مأنفدة دمخة مغروزة في جسمها و جناحتها وقعة مش قادرة تأكل عندها إسهال. مفيش حيوية الوشها شاحب الاكل بتاعها قل و وزنها بدأ يخف. فطبعا واضح قدامنا فيه الصورة الفنق ما بين الطائر الهلسي او السليم والطائر التاني التعبان اللي مش قادر يا. طيب اللي بيسبب الكلام ده هو طفيل الكوكسيديا اللي بيخش. يعمل لي هذا النوع من التهاب العنيف في الأمعاب بتاع الطائر اللي هو ايه بما يشابه الدوزينتانيا اللي بتحصل فيه البنقدمين. طب يرجع السبب لي ايه هذا طفيل هذا الطور المعدي اللي موجود عندنا في الصورة تحت. الطفيل ده اللي هو اللي ده بنقول عليه الطور المعدي للكوكسيديا. طبعا ما بيخش جوه جسم الطائر بيطلع منه بقى كل طفيل ده فيه اربعة جوه. السبوروزويت. السبوروزويت ده في اتنين السبوروزويت. السبوروزويت اللي فوق ديت اللي عاملة زي الصابع الموز دي. دي بتطلع نتيجة الأكشب بتاع الإنزيمات اللي موجودة في الجهاز الهضم بتاع الطائر. او نتيجة الحرقة الميكانيكية بتاعت الأنصة بتاعت الفراق. فبتكسر الهوزيست يطلع منه السبوروزويت. السبوروزويت ده دورة بتاعته كل واحدة بدي تخدش خلية. تبدأ تتكسر. تفجر الخلية باللي فيها. ويتبان عندي بقى اللايف سايكل بتاع الكوكسيديا بعد اربعة ايام من الاصابة اربعة ايام ونصة او خمس ايام او ست ايام. على حسب النوع يبدأ يبان عندي الاصابة بالكوكسيديا. انا ده اللي قدامي ده هي اللايف سايكل بتاع او دورة حياة الكوكسيديا يعني عاوز سريعا كده بس ارضه اعمل يعني اركز على بعض النقاط. هنا الاصابة بتحصل اهو. هنا الطفيل اهو نزل من طائر عند الكوكسيديا نزل على الارض. خلاص؟ لو الطائر جيه هنا اهو بالزبط كده. وكال الطفيل ده او العلف تلوث به بالطفيل ده مش هيحصل اصابه. لازم يحصل ايه لازم يحصل ايه لازم يحصل ايه لازم يحصل في وجود الرطوبة. ويتحول الشكل التالت ده اللي هو الشكل ده. ده اللي في بقى ايه هو ده الطور المعادي. يخوش بقى جوا جسم الطائر. في اول يوم يحصل تكسير للجدار الخارجي ويطلع منه الزبوروزويتس. الزغير اللي عام زي البانانا ده او زي السنيبر. بيبدأ يطلع وكل واحد من دول يخوش ده الخلية زي ما احنا شايفين. ويبدأ يتكاثر لغاية ما الخلية تنفاجر باللي فيها ويطلع منها عدد كبير جدا من الشايزونز. وتتكرر الحكاية ده مرة واثنين لغاية ما لايه ايه الطائر بدأ يبان عليه الخمور. المناعة بتتكون امتى لو عدى اليوم الثالث زي ما احنا شايفين كده. لو عدى اليوم الثالث هنا تبدأ المناعة هنا. يبقى لو انا بستخدم مضاد كوكسيديا بيشتغل على المرحلة دي فيما قبلها. هنا ده مش هيعمل مناعة. لو بشتغل على مضاد كوكسيديا بيشتغل هنا. على المتاع ده ممكن يعمل مناعة. لو جيت استخدم مضاد كوكسيديا وعندي ذنب في الفراخ. النتيجة مش هتتحسن. يعني لو استخدمت سالفة او تولترازوريل او اي انواع من مضادات كوكسيديا. الفراخ اللي وصلت المرحلة دي مش هتتحسن. خلاص اللي هتحسن امتى الطائر التاني اللي لسه موصرش. لان كل الطيور ما تبقاش واخد العدوة في نفس اليوم. فانما بالعب بالدواء او بدخل بدواء. بشتغل على الشريحة اللي لسه موصلتش لمرحلة البلادي الضيارية في جسم الطائر. كل القصة دي واللايف سايكل المعاقدة دي. دي بتحصل جوه جسم الطائر. ممكن واحد ينتنزل لي عشر تلاف او اقصر او اقل. على حسب حاجات كتيرة جدا. موجودة ان لها علاقة بالطائر وان لها علاقة بالفرش. ينزل يلوس الفرش. والعشر تلاف دول مش هينزلوا يعدوا عشر تلاف طائر. لا جزء منهم يحصل لسكولوليشن. ويتحاول للطول الماضي. وبعدين الطيور تاخده بعد ما يتحوصل. وتعمل العدوة جديدة. وبالتالي في خلال ايام بسيطة يلاقي المرض بدأ ينتشر. انواع الايميريا اللي بتيجي عندي اي انواع كثيرة جدا. انواع بتيجي في التسمين. انواع بتيجي في العمر الاكبر البياض او الامهات. اياميريا سيرفولينا، اياميريا برونيتي، اياميريا ماكسيما، اياميريا ميتس، نيكاتريكس، بريكوكس، تينيلا. لو انا بتكلم على الفراخ التسمين باهم ثلاثة عندي موجودين. اول واحدة هي الاسيرفولينا. وتاني واحدة الماكسيما، وتالت واحدة تينيلا. الانواع الثانية بتيجي في اعمار اكبر من كده. وبتحتاج طبعا يعني الفراخ الشامورت او الفراخ الديوكل اللي بتقعد تتربى او بادارة الامهات او بادارة الدجاج التجاري البياض التجاري. كل ده لو قاعدوا بتربى على الارض واتصاب الكوكسيديا هيصاب الانواع الثلاثة دي او البقية السابعة اللي موجودين عندي. طب فيه فنوق نسبية ما بين الحاجات دي يعني هل كلهم زي بعض ولا فيهم حاجات خطيرة وفيهم حاجات اقل خطورة. طبعا فيه حاجات خطيرة جدا زي الأميرة تينيلا ويفيه التسمين. خلاص؟ احنا مندينا هنا اربعة بلاسة. وفيه حاجات تانية طبعا في تيجي في العمار الاكبر شوية زي اني كاتريكس برضا اربعة بلاس. وفيه انواع تانية بقى اثنين لثلاثة بلاس الماكسيما. خلاص بس فيها ميزة انها تعمل مناعها بعد مرة اثنين. يعني هي بتيجي في نفس المكان اللي بيجي فيه كاتريكس. ولما بتعمل مناعها بسرعة. الميتس والبريكوكس اقل خطورة اثنين بلاس اثنين بلاس. ولكن بتعمل مناعها سريعة برضا. انما هنا بقى التنلة اللي بتيجي في التسمين. دي الباسجريستي بتاعتها او الضرابة بتاعتها عالية جدا. ومحتاجها ثلاثة الاربعة سيكل عشان تعملي مناع. ان كاتريكس اربعة بلاس. ومحتاجها الاربعة الخمسة. ثم بعض الناس بيقولوا ستة سيكل عشان تحدث مناعها. ودي من انواع خطيرة جدا اللي بتيجي فيه الاعمار الاكبر النسبية. بقية الانواع طبعا الضرابة بتاعتها اقل. والمناع بتاعتها مش بتتأخر قوي زي الاميران الكاتريكس. زي ما قلت لحضراتكم. لانواع هي بقى موزعينها على جسم الطائر. الاميرات رفولينا بتيجي في الجزء الاولاني. لو مطقة الايه؟ الاسنان عشر بتاع الطيور. والجزء ده الجزء الاوساطي من الامعاء. اللي هو الانتستين بيجي فيه الكاتريكس والماكسيما. بس ما بيجوش مع بعض في التسمين. لان الكاتريكس ما بيجيش بالتسمين. في مرحلة عمرية اكبر فهشوف الماكسيما. اذا لو وجدت في فراغ تسمين الجزء ده مصاب اللي في النص ده. أبعرف انها ماكسيما. ولو الجزء الاولاني يبقى الاسربيولينا. والجزء الاخير اللي هو في الاعورين. ده اللي هو ده طبعا مشهور جدا معروف. هي كوكسيدا الاعورية. دي بتيجي في الاعورين بتاع الطائر. ثلاث انواع مهمة قوي. بتيجي في بضارة تسمين. بتسبب خسارة اقتصادية. بتؤثر سلبيا على معاملات التحويل. الاعراض كلنا مش هنختلف عنها كلنا عارفينها. انا بلاقي فراغ كاشة. فقدة الحيوية. فيها نوع من الرعشة. الدروبنج بتاعتها او الزارة بتاعها. بيبقى نسبة الرطوبة فيها عالية. ممكن يبقى فيه مخاط. ممكن يتحول يبقى موخط بدم. ممكن يبقى دم كله تماما على حسب النوع. بلاقي الفراغ واقفة كده هامبت. عاملة زي عاملة قرش كده. عاملة زي الجمل. ومأنفدة وشعرها او الريش بتاعها بيبقى يعني رفلت. بيبقى خشن او شكله مش طبيعي. ما فيهوش اللمعة. بيبقى فيه نوع من الدولنس اللي موجود طبعا. اي حد لا تخطوق العين اذا مرأة مثل هذا المنظر. او مثل هذه الصورة في فراغ التسمية. انه يقدر يشخص مرض الكوكسيديا بناء مجرد. ولكن هي المشكلة بالنسبة لنا. مش مشكلة تشخيص كوكسيديا. بقدر ما هي مشكلة الفولو اوب. للكنترول بتاع المرض. حتى فيه اضعف صوره. ان اضعف صوره اللي هو خسائر رهيبة. مش هحس بيها غير لما اجي اعمل حساباتي اخر الدورة. اشوف كام كل قد ايه علف. اشوف احاول معي اللحمة قد ايه. اشوف الامراض او الادوية اللي انا دفعت فيها فلوس. الميديكيشن كوست بتاعتي كان تكلفتها بالنسبة لي قد ايه. هل هي اقصر ولا اقل. هنركب مع بعض كده على طول في قطار الكوكسيديا. هنتفرج بس على اشكال مختلفة من الاصابات بتاع الكوكسيديا. هنا طبع الايميريا اتنيلا. وده شكل الاعورين بالاصابة بتاعت الكوكسيديا. مش عاوز اضيع وقتلكم بحاجات كتير. ابيريا ديكاتريكس في الجزء الاوسط في الامعاء. الايميريا اسيرفولينا في الجزء. الاولاني من الامعاء بتاع الطاير. اللي هو الجزء اللي هو العليل 12. وخلي بالنا. ما بتعملش دم. عشان لو لقيت دم في الحتة دي. ادور على سبب تاني. هي بتعمل نكروزيز. والنكروزيز ده بيبقى له كريتيريا معينة. ممكن اشوفه الاول. اسكترد كده. وبعدين يبدأ يتجمع. يلاقي النمبر بتاع الباتشز او نكروزيز اكتر. لغاية ما يبدأ يعمل لي ايه. النكروزيز ده واحد شكل اللاين كده. يبقى عامل زي اللادر أبيرانس. او عامل زي الشكل السلم الخشب. بتاع زمان. طبعا بيبان معي بالعرض كده. وده ممكن ما يعملش نافع عالي. ممكن ما يعمل ليش مشكلة ملحوظة كلينيكيا في الفراق. ولكن يعمل لي مشكلة ملحوظة في معاملات التحويل. والجروس ريت بتاع الطيور عالي. الجزء بتاع البرونيتي ده بيجي في الجزء الاخير من اللمعاء بتاع الطائر. وطبعا انا حاطت هنا الصورة. وحاطت الجزء بتاعها تحت او. الجزء اللي بيجي تحت. وشكل الاو اسيست حتى لو محبيت اشوف تحت مجروس كوب. وقدر افرق ما بين الاو اسيست بتاع الانواع المختلفة من الكوكسيديا بالشكل بتاعها. طبعا في طبعا طرق كثيرة للعاملات التعرف على النوع الطفيل. من الليجين اللي عامله من درجة الإصابة من شكل الاو اسيست. حاجات كثيرة تقدر تقول لنا النوع اللي عندي ايه. اللي فيه حاجة اسمها يعني عاوزة المحليها برضو اللي نسيت اقولها. الاسبروليشن تايم. از انا ما قلت لحضراتكم ممكن فيه بعض انواع. بتحتاج تلاتين ساعة عشان يحصل الاسبروليشن. اذا تم توفر الاوكسيجين والحرارة والرطوبة. محتاج تلاتين ساعة. فيه حاجات محتاجة تلاتين ساعة. من اول ما بيخش الاو اسيست. لغاية ما بيطلع من اول ما بيخش الجسم الطائر. لغاية ما بيطلع ويبان اول الاو اسيست في الزرق بتاع الطيور. محتاج بيسميها تلاتين ساعة حوالي مية وواحد وعشرين ساعة. لو قسمنا مية وعشرين ساعة على اربعة وعشرين. يعني تقريبا خمس تيام. خمس تيام وساعة. هيا دي بقى ايه الفترة اللايف سايكل بتاع الكوكسيديا. جوه الطائر بتاع التيور اللي خلقت العالم. وهكذا. كل ده هنا مثلا تلاتة وتشعين ساعة. في الايميريا ميتز. والسبروليشن تايم خمس تارش. خمس تارش ساعة. يعني من اول ما ينزل. اذا تلاقي اوكسيجين ولا حرارة ولا رطوبة. يبدأ يتحول الى الاسبروليتد او اسيست. ويعمل لي مشكلة. كل ده عشان بتكلم عن الكوكسيديا اللي احنا عاوزين نشخصها بعينينا مجرد. طب هل ده دي شغل مهني. هل ده شغل بيزنس. هل ده شغل تربية الناس محترفين. لا. انا مفروض مبقاش عندي كوكسيديا خالص. ما شوفهاش بالشكل الاكلينيكي. ولا حتى بالشكل الغير الاكلينيكي. طيب بس انا الشخص العادي ممكن ما يعرفش. يبقى لازم يحصل ايه. يبقى فيه حاجات اضك شوية. اقدر اعرف بيها. عندي اصابة. اصابة كلينيكال. ولا ما عنديش. طبعا لازم يكون عندي حاجة اسمها. الديتابيس. الديتابيس. ان انا يكون عندي معدلات. عندي في السلالة اللي عندي. يستخدم مثلا سلالة هابرد. يستخدم روس. يستخدم قبل. يستخدم ايفيان ريفر. اي نوع من السلالات اللي يستخدمها دي. بيبقى عندي لها زي داتابيس. زي كتالوج. ساعات فيه ناس بتحقق ارقام احسن من كتالوج. المهم ان انا ما قلش عن الكتالوج. اكون افضل منه. واندي داتا. انا عارف ان الطائر في العمر ده بيأكل 135 جرام. لما لقيه بيأكل 110 جرام يبقى فيه عندي حاجة غلط. يا في العلف يا في الطائر يا في الفرشة يا في الرعاية. في اي حاجة مش مظبوطة. فلازم اكون عندي داتابيس وانا عندي الخبرة الكافية اللي تقدر خليني اقول ان المعدلات اللي انا ماشي بيها صح او لا. ابقى عارف ان الطائر ده لما بيأكل من العلف ده بيحول لي معامل التحويل في الاسبوع ده كذا. جروس ريت عندي كذا. بس تلمي كاتكوت عندي 40 جرام. مفروض يبقى عندي بعد نهاية الاسبوع الاولاني مثلا 180 جرام. اذا لقيته وقال لي من كده يبقى فيه حاجة غلط. اذا كان في الاسبوع التاني اقال لي مثلا 450 جرام ابقى فيه حاجة غلط. لازم كل ده ابقى عارفه علشان ابقى متأكد ان فيه عندي انديكيتور او حاجة مبين او مؤشر يقول لي ان انا ماشي صح ولا هذا. طيب هل اكتفل كده بس؟ لا ده فيه كبان ان انا لازم اخذ عينات. عينات من الطيور. لو ما عنديش نافق اخذ عينات صحية. وبعمل فيها حاجة اسمها ليجون سكورنج. ليجون سكورنج. يعني ان انا بقيس الليجون سكور بتاع الكوكسيديا. مش هشوف فقط. احنا قلنا الليجون سكور بيتقاس من واحد الاربعة. انا مش هشوف لا ثلاثة ولا اربعة. في الحالات الكوكسيديا دي بس اللي هشوفها بيبقى عدي كوكسيديا عنيفة او شديدة او فيه دم او فيه او فيه. انما في الكوكسيديا التحت الكوكسيديا حلعب على الليجون سكور واحد واثنين. واحد واثنين ده اللي هو مش الشخص العادي مش هيعرفه. لازم اخده واشوفه وابتح الفراق. واشوف بقى اقسم الامعاء ثلاثة اجزاء. جزء الاولاني جزء الاوسط جزء الاسفل من الامعاء. وااخد خمس طيور. واقيد وسجل بقى باداية كده. الطائر رقم واحد الليجون سكور بيتدينه مثلا واحد او واحد واثنين من عشرة او واحد ونص. اكده طبقا اللي بقى واحد. وااخد المتوسط بتاع الخمس طيور دولت. واشوف المؤشر ده طلع كام. لو طلع واحد واثنين من عشرة يبقى انا كده معقول. لو طلع اقل يبقى انا احسن. لو طلع اكتر يبقى فيه حد دي حاجة غلط. الحاجة الغلط دي جاي بقى ياما من العلف. ياما من ضد الكوكسيديا. وضد الكوكسيديا بدأ يحصل له رزستا. احنا بنوع لها بالبلد جده بدأ يضعف. وضد الكوكسيديا ما تغيرش. هو اللغاء اللي حصل وقومة الطفله. فبدأ نسبيا هو يضعف بالنسبة للأداء بتاعه. الوضع اللي بحتاج اعديله ايه علشان ابدأ اصلاحه. يبقى بعمل اجزامينيشن لدروبنج. اخد عينات من الفضلات او الزرق بتاع الطيور. واعمل الليجين سكوريج. واخد عينات ايضا من العلف. سوري من الفرشة بتاعته الطيور. وابدأ اعدي فيها الحاجات ديات. اللي هو سيستكون علشان اعرض. برضو لازم ان ايه تبقى مدربة على ان انا. شكل الدروبنج الطبيعي بتاع الطائر. هل بيقعد الناس يكلمني يقول لي. يا دكتور انا عندي كوكسيديا. ليه عندي كوكسيديا ايه. اصلي فيه براز بوني. او انا عندي كوكسيديا اصلي فيه براز بوني. بدأ يتغير. انا لازم من الاول تبقى عناية مدربة على الطبيعي. علشان اعرف اللي هو مش طبيعي. انا عندي جهاز الهضمي بتاع طيور. او الامعاء بتاع الطيور عبارة عن جزء ايه. جزء الاساسي اللي هي امعاء بتاع طيور. والجزء الثاني الاعورين بتاع الطيور. الجزء الاساسي بتاع الطيور هو اللي بيتم فيه الهضم. بشكل عن طريق الانزيمات الهضمة. الجزء الاعورين بيتم فيه الهضم او اعادة الهضم. مرة اخرى عن طريق البكتيريا النفعة اللي موجودة. او البروبايوتيكس اللي موجودة في الامعاء بتاع الطائر. فهنا الاكل ده تم هضمه مرة بالعصارات الهضمة. ومرة اخرى بالاكشن بتاع المايكروفلورا اللي موجودة في الامعاء. لما بصن الصورة اللي قدامة ده صورة طبيعية جدا. ده الشكل الطبيعي جدا اللي انا بشوفه في البراز المعوي بتاع الطيور. وهو الجون اللون الزتوني او الجولدن ييلو او الجولدن جرين. ما بيبقى شوية مشحب بشوية يورييتس. لان ده ينزل عن طريق فتحة المجمع اللي بينزل فيها الفضلات بتاع الطيور. بينزل فيها اليوريك أسيد او ملاح اليوريتس مختلطة مع الفضلات بتاع الطائر. فده الشكل الطبيعي. بعض الناس يشوفه يقولك انا عندي سموم. لا ده مش سموم. ده جزء من الناتج الطبيعي لعملية الهضم البروتين العالي بتاع الطيور. ده بالنسبة للجزء اللي انا بكلم عليه الاولاني ده. اللي هو اللي انا قلته ده. دي لقى معاه الايه؟ او البراز المعوي. البراز الاعواري ده اللي تم هضمه اكتر من بره برضو ده طبيعي. ما شوفش الفضلات دي او الزرق ده وتخض. طالما ما فيش فيها تغيرات اللون ده طبيعي جدا. ولو قاعد شوية في الهواء او في الاكسجين بتاع الطائر. حيبدأ يبان اللون بتاعه يغمق شوية. برضو ده طبيعي ما قلقش منه. ده بنقول عليه السيكل دروبنج او الفيكل دروبنج اللي هو جزء الاولاني ده. هنا نازل جزء من الامعاء. وهنا نازل جزء من الاعوارين النازلين مع بعض. فما قلقش من هذا المنظر. قراما ما عنديش صورة تخوف برضو ده نوربل. فيكل دروبنج. انما ابدأ اقلق باقي. لما لاقي فيه غازات في البرازي الاعواري بتاع الطيور. ليه البرازي الاعواري بتاع الطيور. لان الجزء الاعوارين يعبر عن انبوبة مغلقة. مفتوحة من جانب واحد. يعني مغلقة من فوق ومفتوحة من جزء الاسفل. فكمية الاكسجين تنشن بتاعها بيبقى قليل. ايه اللي بيقيش هنا اكتر مفروبات اللاه هوائية. فتبدأ بقى طبعا لو حصل اي نوع من الاسترس. او اي نوع من الديفايتاليزيشن او من الانجري او منتهبتك. للجدار المخاطي بتاع الاعوارين. تبدأ الكوليستريديا اللي كانت موجودة بشكل طبيعي. مش عاملة مشكلة للطائر. موجودة في الفرشة وموجودة في جسم الطائر في الامعاء. وقد تكون موجودة في العلف احيانا. مش عاملة مشكلة. وانما بدأ تنشط كوكسيديا حتى لو بشكل غير اكلينيكي. تبدأ الكوليستريديا تنشط وتعمل لي غاز. الغاز ده بقى دروبنج بقى اللي موجود مع فقاعات من الهواء ده. هو ده اللي بيبدأ يقلقني وهو ده اللي بيبدأ يقول ان فيه نشاط نشاط ميكروبي. ممكن يكون كوليستريديا ممكن يكون ميكروب غير يعني هوائي عادي موجود. اول ما اشوف برضو الفضلات بتاعت الطيور موخطة شوية بشوية دم كده محمرة. او الاقي فيها جزء غير مهضوم من المكونات بتاعتها. الاقي الشكل الزرق واخد اللون البرتوائي شوية. او الاقي فيه جزء من لو راحزنا كده جزء من المكون بتاعه اللي موجود علف غير مهضوم. العلف الغير مهضوم ده هو عبارة عن ايه؟ ده فايز. او حاجة بتطلع ما بستفيدش منها. ده بيأصلي على معامل تحويل الاكل ده الطائر كالو. حسب علي الجرامات استهلاك والطائر ما استفادش بيها. ما قدرش يحولها الى لحم. الصور ده هو صور مختلفة للشكل البرتوائي اللي انا كلمت عليه في الدروبنج بتاعت الطيور. سواء لاقي بقى هذا الشكل او ان انا لاقي الويت دروبنج في بعض الناس بيحطوا ورق زي ورق النشاف كده. بيحطوه كده عشان يقدر يعمل تست ويقيس الديمتر او يقيس القطر بتاع الدروبنج ويقيس القطر بتاع نسبة المياه اللي حولنا. بالطريقة دي في حسابات معاينة يقدر يحسد نسبة المياه اللي موجودة في الفضلات او في الزرق بتاع الطيور. كل مكان الزرق طبيعي ونورمال والزرق ماسك نفسه واخد اللون الطبيعي ومش عامل ما بفرشي على الفرشة على الأرضية بتاعت العنبر. كل مكان انا متأكد ان الطيور بتاكل كويس بتهضم كويس بتحاول كويس وبتستفيد كويس وان ان شاء الله هيبقى المرضود بتاعها كويس بإذن الله. برضو التهاب اللي معوي اللي ممكن يحصل لازم ابقى عارف برضو عناية واخدى على الشكل الطبيعي للمكونات بتاعت الأمعاء. مفتح كده الأمعاء بتاع الطائف. هل شكل الأمعاء من البرة من نطقة السيروزة او الجزء الخاريجي بتاع الأمعاء شكله طبيعي ولا العناية واخدى على الطبيعي. عشان لما اشوف الغير طبيعي اقدر ابيز الطبيعي من غير طبيعي. طيب الجزء الداخلي المخاطي بتاع او الجزء الميكوزة بتاعت الأمعاء من جوه برضو واخد عناية واخد على الشكل الطبيعي بتاعه. المكونات اللي موجودة في الأعوارين هل ده شكل طبيعي ولا مش طبيعي. طيب لما بشوف الطبيعي بقى ولا اي مش طبيعي. يجب احط دي قدامي ودي قدامي. اللي علمين قدامي كده ده نورمال. شايف شكل الأمعاء شكل الميكوزة عامل ازاي؟ شايف الشكل التاني الملتهب والمحتقن عامل ازاي؟ إن العناية لما تأخذ على الشكل الطبيعي أدرب عناية باستمرار على هذا الشكل أقدر أعرف إذا كان الأمعاء دي طبيعية ولا لا. طالما الأمعاء مش طبيعية فور شور وكل تأكيد إنه سيبقى فيه مشكلة في الفنكشن بتاعتها في الأداء بتاعها في الهضم في الانتصاص في التحويل كل ده ينعكس علي. باستمرار طبعا زي ما أقول في حضراتكم زي ما شفنا في الصورة في الدروبنج هشوف بقى الصورة في الأعوارين شوف الأمعاء عاملين ازاي؟ كلهم ملين هوا غاز. الغاز ده طبعا مش جاي من الهوا ده جاي من النشاط مكروبي موجود جوه الأمعاء وبالتالي ده مؤشر أو إنديكيتور إن فيه حاجة مش طبيعي عندي لازم أخلي بالي منه. برضو ده مكون طبيعي للأعوارين عشان برضو أنها تتضرب على ده وعلى ده. هنا بقى شكل الأمعاء الميكوزة عاملت ازاي؟ عامل بقى إيه؟ نتيجة الإصابة بالكوليستريديا. الناتجة عن تعرض سابق للكوكسيديا أو من غير حتى للكوكسيديا أي حاجة قصد عليها بدأ يحصل نوم من التهتك في الغشاء المخاطي بتاع الأمعاء بدأ يتحول اللون الطبيعي بتاع الأمعاء من جوه إلى شكل عامل زي زي التركيش تاوي الأبيرات أو زي القطيفة يعني بيبقى لها شكل مميز قوي كل ما بتزيد الحدة بتاعتها كل ما بتبامتها. معنى كده إن جزء ده المخاطي ده كله بيحصل له ديتاشمنت يعني بيقع بينفصل عن الأمعاء. طب إيه جزء ده له أهمية؟ ده له أهمية كبير جدا. إنه هو ده المكنة بقى اللي بتحول العلف إلى لح من خلال عمليات الهضم الجيدة والامصاص الجيد وكلام ده. طب هل بس كده؟ لا. المناعة أيضا المناعة المعاوية أو المناعة الموضوعية المتكونة بتتأثر وبتقع وبالتالي أبقى إيه؟ عارف إن أنا فقدت جزء من المناعة. لازم برضو إعناية تاخد على شكل الأمعاء الطبيعي وأبعارف التأسيمة الطبيعية بتاع شكل الأمعاء إذا كنت بتكلم على المعدة الغدية في الأول وبعدين الجزء اللي هو الأنصة وبعدين الجزء بتاع الـ 12 وبعدين الجزء الكبير من الأمعاء اللي هم نسميها الميد انتستين وبعدين البستيرور بارت أو الجزء الأخير من الأمعاء اللي هو بيشمن الأعوارين. الجزء اللي في النص ده هو ده الريمننت أو البقايا بتاعت الكيس المح اللي بينزل مع الطائر بعد الفأس والذي بيمتص في خلال ساعات 48 ساعة إلى 56 ساعة يعني يزيد أو يقل شوية على حسب حاجات كتير إنما ده الريمننت بتاعه ده اللي بتبقى كده زي الصرة كده في الإنسان وده اللي بنقسم بيها الأمعاء اللي بتبقى في النص بنسميها بنقدر نقول ده جزء الأوسط بتاع الأمعاء أو جزء الأسفل يعني أنا تتعود باستمرار على سواء بالشكل الجروس أو بالشكل الماكرو قدامنا على الشكل الطبيعي أو حتى لو فيه ناس تشتغل في الرسيرش أو بالشغل في المعامل تقدر تعرف النورمال انتستينال تشو اللي موجودة عندنا نقدر نضرب عينينا على اللي جنو سكورنج اللي ممكن في الأول ما بقاش باين إلى الدرجة الشديدة ممكن فيه واحد ما ياخدش باله من رقم واحد واثنين ما يعتبرهاش حاجات مش طبيعية إنما لما يوصل رقم أربعة يقول أنا عندي كوكسيديا طب أنا تحددت بثلاث مراحة ما نخدش باله لا خلي بالك للمرة الجاية دي أشكال مختلفة لأنواع الكوكسيديا المختلفة بدرجاتها المختلفة في كل اللي جنو سكورنج بتاعتها طبعا ديها عوزة محاضرة الجزء المهمة أوي اللي أنا كلمت عليه هي عملية الفولو أبل الكوطعال إذا كنت مربي في عدد كبير من الطيور تي ام اللي اس اللي هو التوتال مين ليجون سكورنج ده اللي بيلعب دور مهمة قوي في حسابات الإصابات بالكوكسيديا وعملية الأناليسيز بتاع المضبطات المكوكسيديا اللي أنا بستخدمها وهل هي نجحة ولا لا وأدياني معاملات التحويل اللي أنا عاوزها ولا لا إذا عملت كده وحققت الأرقام اللي بيتقال عليها مظبوطة أنا بأخذ زي ما قلت لحضراتكم خمس طيور أو ستة طيور من كل قطية من كل عشر تلاح طائر وببدأ أفحص الأمعاء الجزء الأمامي وجزء الأوسط وجزء الخلفي الجزء الأمامي عشان الأسيروفيولينا الجزء الأوسط عشان المكسيمة الجزء الأخير علشان التنلة وأبدأ كل طائر أديره اللي جزء الأمامي بتاعه ده أخذ واحد ده أخذ واحد ده أخذ اثنين ده زيرو ده زيرو بأخذ المتواصل بتاعها عندي خمسة على ستة يبقى خمسة وتمانين من مية أجمع ده كله على بعض وطلع اثنين واثنين من عشر يا طرى أنا كده صح ولا لا؟ الانتربريتيشن إزاي؟ إذا كان عندي واحد أو أقل مفيش مشكلة يبقى أنا كده تمام معني مشكلة إذا كان عندي أكتر من واحد وأقل من الاثنين يبقى أعمل تاني بعد أسبوع من المرة الأوانية عشان أشوف الرقم ده مظبوط وإلاح إذا كان أكتر من اثنين يبقى لازم أستخدم مضاد كوكسيدا في المية للمساعدة للمضاد اللي في العلف عشان أعمل للوضع اللي عندي مستنعش لأخذ الدورة ولا أقل نفسي خسران أو لا أقل نفسي محاقة معاملة تحويل وحشة وإذا تلع بقى الليجنس كور طبعا في ثلاثين في المية أو أكتر من الفراخ اللي أنا فعصتها مش مظبوطة لازم أغير أو أعدل في برامج المضادات الكوكسيدا اللي أنا بستخدمها عندي وهتبقى جزء أخير عشان أتكلم عليه بسرعة وهو لازم أنا مش أي التهاب معوي بكوكسيديا هو صحيح من أشهر الحاجات الكوليكوسيديا وكوليستريديا إنما طبعا عندي فاكتورز كتير جدا ومسببات أخرى للتهابات المعوية لازم أكون حطتها في الاعتبار علشان أقدر أفرق ما بين النون سميسيفك انتريتس أو السميسيفك انتريتس علشان كده التشخيص بيعتمد على حاجات كتير جدا من ضمنها الفحص الميكروسكوبي للزرعة بتاع طيور للفرشة لمحتويات الأمعاء وأشوف المعاملات التحويل المعاملات التحويل والمعامل الكفاءة الأوروبي كل ده معاملات عشان أوصل في الآخر لكوريكت دياجنوزيز وأقول إن أنا عندي مشكلة ولا ما عنديش عندي طبعا مضادات كوكسيديا كتير جدا باستخدمها يا إما في العلف للوقاية من الكوكسيديا يا إما في المية للسيطرة على الإصابات لو حصل عندي مش عاوز طبعا أشغل دبقه بهذه الأسماء التجارية كتير ولكن مهمة قوي إن إحنا نبقى عارفين إن إحنا ماشيين في السياق ولا لا بسرعة كده هنتكلم على المناعة بتاعة الكوكسيديا إحنا مش محتاجين مناعة في التسمين ولكن محتاجين مناعة في بضرة الأمهات أو في البيض التجاري علشان يبقى عندي كده كده بسحة مضادات الكوكسيديا قبل فترة وضع البيض فأحيانا الوضع ده بيخون معنى إن مجرد مسحة بيحصل وبالتالي قد نلجأ إلى برامج أخرى غير البرامج الدوائية التي لم تثبت نجاحها في بعض الأحيان إلى برامج أخرى للوقاية وهي من استخدام اللقاحات ضد الكوكسيديا استخدام اللقاحات أنا أعتمد على إن أنا بعرض الطائر للإصابة الموكرة للكوكسيديا في عمر يكون الطائر مش معرض للإصابة يعني بيكون لسه زي ما قلت رحلتكم في الأول قبل خمس أيام من عمره الإصابة بالكوكسيديا بيبقاش عنيفة وبالتالي أعرضه بحيث يحصل للمدة دورة دورتين ثلاث دورات داخل العنبر وبالتالي يكون مناعات تدريجية ومتراكمة بحيث أنه أول ما يوصل لعمره معين بيبدأ يكون عندي فيه مناعة للكوكسيديا أبدأ أستخدم الفراخ تاخدش في الإنتاج ويكون بدون معرضها الرزق إن أنا أسحب مضادات الكوكسيديا فيه أنواع كتيرة موجودة في السوق بالنسبة لمضادات الكوكسيديا مش عاوزين نخوض فيها دلوقتي لإن إحنا في الأساس بنتكلم على الدجاج التسمين ولكن هي فكرة اللقاح بتعتمد على أن أنا أعرض الطائر لعدد قليل قوي من الأوسيست في عمر مبكر بحيث أن لا يحصل منها مشكلة كلينيكية يحصل لصاب كلينيكال كوكسيديوزيس أنا أعمل إنتاج لصاب كلينيكال كوكسيديوزيس وأعرض الطائر لصاب كلي اثنين لثلاثة وكل الحاجات التي كنا بنتجنبها في الرطوبة لمخابط الكوكسيديا أعمل عكسها يعني أحاول أزود الرطوبة في الفرشة عشان أنجح عملية التلقيح بالطفيل الكوكسيديا عشان أضمن أن بيحصل ساكسيسفول ريسايكلينج للأوسيست في الطيور وبالتالي توصل لمرحلة يكون عندها مناعة بشكركم طبعاً على الحسن الاستماع وبشكر المنتدى على إتاحة الفرصة دي للقاء حضراتكم وبتمنى أن أنا أضفت حاجة لحضراتكم وبشكركم جزيلاً شكراً جزيلاً شكراً جزيلاً أستاذنا الكريم الكبير أستاذ الدكتور مجد القاضي على المحاضرة القيمة جداً اللي غطت كل جوانب الكوكسيديا شكراً جزيلاً شكراً جزيلاً شكراً جزيلاً جزيلاً